من بعد اشتاء كان جي الشمس ومن بعد الفجر كيسباح الصباح ولكن وحنا في انتظار الاشراقة دياليوم جديد اكيد كان عيشو او لا كان دوزو من معاناة الله اعلم بثقلها وثقل ايامها خصوصا اذا كانت معاناة سبابها اشخاص اللي كنا كان ضمنوا فيهم يوم الايام اللي انهم السند والاهل حتى كيغدرونا بكل سهولة ويقدروا يضحيوا بينا على ودهدف شيطاني لغادي السطر اللي هم على قلبهم ولكن هاد الاشخاص ما عارفش انه مهما اذونا او لاحفروا لينا ما غاديش يقدروا يتمكنوا منا خصوصا اذا كان لطف الالهي مرافقنا لكيخرجنا احياء وخاء كلنا مكسورين مولانا كيرمم هاد الكسر وكيداوي حكاية الليلة اللي كان اكد لكم بلانا والنهاية ديالها غادي تكون سعيدة وهي معنى ان ينصركم والله فلا غالبا لكم ما تمشيوا فين وبقوا معي في حلقة الليلة تستفضوا درس من حكاية متتبعة اللي غادي تبوح لنا بأسرار حكايتها لأول مرة سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنتمنى لكم تكونوا بيخير وعلى خير واموركم عنية تحشتكم وتحشت بلاستي وتحشت حتى التعاليق المو بهجة والإيجابية اللي كي تخليوا ليه في كل فيديو تحشت أنني نعطيكم الأمل وتحشت أنني نحذركم من مواقف اللي تقدروا تطحوا فيها في أي وقت تحشت أنني نشارككم قصص مخدومين عن حب وتحشت نعطيكم من وقتي عدنا والعود وأحمدو فمرحبا بكم من جديد على قناتنا وباش تكونوا من لولي اللي كي توصلوا بالقيصص اللي كان حطلكم وما تنسوش أنكم تفعلوا جرس القناة التحت باش يقول لي صفت لكم رسالة كل ما حطش فيديو جديد وتكونوا تملولي اللي كتشاهدوا وكتخليوا لي تعليق باش نقدر نشوفو عذروني اليوم وخاصوتي شوية ضربوا البرد ولكن أصريت باش أنا لنديلكم فيديو وما نغبرش لكم عات الشهر خلينا نتسعطيش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ صاحبة الحكاية كتقول أنا سميتي سومية وحنا بينا أربعة ديال الخوط والول غدي نقربكم واحد شوية من الصورة دي والدية ماما من مدينة وبابا من مدينة واحدة أخرى خالت ماما وعمو بابا كانوا مزوجين هم اللي غدي يعرفوا والدي على بعضهم وتزوجوا واحد الزوج اللي هو تقليدي أنا ذاك ماما كانت عندها 17 لسنة سوف يتتوجه على سن صغير ما زال مادية وما جايبة في الحياة سوف تضغط عليها جدة يعني جدّة الزوج بابا اللي كانترة أسكن في الدولار الأوروبية جدّة اللي كانتش عندها ماما كابنة عزيزة أو قريبها لقلبها وأخي كانت متع عليها بالساف ماما تتوجيت ببابا و يجبها لدارهم اللي كانت عامرة بالساف على بشكل أخوته وممه ومرتبابه وجدّة اللي كانوا عايشين في دار وحده تكرفس على ماما بما تحميله الكلمة من معنى لدرجة أنها وصحتها كانت على قد الحال وضعيفة ايش منك يا تخمار ايش منك يا تطبين واش منك يا أشقاق ماما كانت هزت سعودية النفوس وحمدها وحمها وممه من بعد عامين ستحمل وعفت بلي أنها حاملة ببنت اللي كانت أنا ماما فرحت بزاف كانت تقول لي كنت كنصلي وكنت لب الله تكون عندي بنيتا اللي تحن فيها ونحط عليها الراس ونذيرها مامي واختي وحتى صاحبتي حتى بشرني بيكمولانا فما العائلة دي البابا كانت تقول لي ماما ما كانوش بغيين البنت وكانوش يعمروا بابا على ماما لدرجة أنه نهارو ولدتني بابا ما جايش عندي حتى السبطر باش يطلع عليا وما دار حتى شي حاجة لي كاتبين بلي أنه فرح بي كابنت المهم جيت للتنية وعشت في درجة دي تلت سنين وهنا بابا غدي يقرر باش أنه يدينا لعنده لك الدولة الأوروبية في انت يسكن ولكن قبل غدي يدي خطوط الدكورة فاش مشات ماما غدي تمشي للنفس المعاناة كانت أهزاهم بتصبيرهم بشقاهم بطيابهم بتقديتهم حتى وقفوا على رجليهم بابا كي يخدم على بره ويجيب الفلوس وماما كنت مكلفة بالدار أنا حتى نكبر غدي ندخل الابتدائي في الدولة الأوروبية وديت كانت تأذم في القرية كانوا تلاند كيتنمروا عليها واخا كنت بنت عادية وما في اشي حاجة ماشي حتى لها ولكن حتى كنت خريبة عليهم كانوا يبعدوا مني وحتى الأساسيدة حتى هما كانوا يجبوني كانوا يخايفوني ودينما تنجيل الطار كنشكي وكانبكي ونقول لهم رأي نحيت قدرت عشر سنين بابا قرر بشأنه ويصفتني المغرب وهنا فين غدي تبدأ قصي أنا أبط المغرب كيف قلت لكم فرحانة حيث غدال جديد غدال عند جدا وماماتي اللي غدي تتلوه فيها ويضعوني في عينيهم وانا ما كنت ضربتني حسابا ماما مسكينة كانت كاتش وعليا فاشقال لي بابا غدي نصفته سومية فبقت بالجسم ديالها في الدولة الأوروبية وحق لها مشامعية للمغرب النهار مشيث تلقيت الصدمة ديال حياتي غدي نولي النعس في الأرض في بيت جدا وهي واحدة عمتي اللي هي بنتها ما كان شبقها مزوجة كانت كتت نعس معها في الناموسية كان بابا كيصفت لهم الفين درهم ربعين الفريال غير باش نناكل ما غير فلوس لمدرسة تخيلوا كانوا يفطروني بخبز وزيت واتي والغداء جديدة في الجيش كانوا يقليوهليا ويعطوهليا مع طرف الخبز وفي عشاء نشرب المحتن التموه والنعس قيمات الشوع والقارة والمعاناة وفق هذا الشي كان خاصتني القرأ وخاصتني التعلم العربية والفرنسي وانا ما زال والفوسط هذا الشي فدخلت المغرب كان نقص لي من نيفو ديالي كنت في ذلك الدولة في أولى إعدادي فشجيت المغرب والليت في الثالث نفسيا كنت مضمرة ومعناويا مضمرة وكاننا كل العسام لعند جدة اللي كاد قولي نوضي طيبي لعمتك نوضي يديري لهم الفلوس اللي كان كيسفت لهم بابا كيجمعوا فيهم وكيذيروا بيهم التهب على داري وإذا جاب الله جاب بابا ودور معايا كنت كرخبيدوك الفلوس كانت كتحيدهم ليا جدة وإذا تقدى ليا كانوا كيحيدوا ليا ديك التقدية أنا في هذا الوقت كنت حاطة راسع لواحد مرت عمي واحد عمتي من بابا اللي ماشي شقيقته كنت نشكيح ليهم كنت نبكيح ليهم مرة كانوا يوسيوني مرة يدوا فيها مرة ميتسوقوش ليها المهم دازل عملوا بالنفس المعاناة وتخيلوا جيت أنا اللي ولا في القرية كل شي تصدم كيفاش هذه اللي جات من هاد الدولة هادية متفوقات صراحة بابا كان معاوني ماديا في الدراسة ديالي هاد الأمر اللي ما كانوا شو ما كيتحكموا فيه كان جايب لي أساتي دا حتى للدار كانوا كيحاونوني في المراجعة خسر عليا دم جوفو غير باش ننجح أنا ما كن نكرش باللي أنا وبابا دار عليا المستحيل غير باش نقرأ كانت يسافت لهم الفلوس وعند بالو باللي أنه راني واكلة شربة ولكلة كنت عايشة وسط واحد المحيط في الشفرة والمكر والكذوب والنفقوا حتى النجوح المهم بقيت هكاك وأنا أمنيتي وأمالي أنه وليديا غير جعوا المغرب واحد النهار ومسكروا مجموعين ومبني وعائلة بقيت ثلاث سنين وأنا ببحدي ثلاث سنين وأنا معدبة مع هاد الناس كأنني كنت شمرت ولدهم اللي كيت تعدوا عليها ولكن في الحقيقة راني بنتهم بنت ولدهم من دمهم للأسف أخيرا ماما غادي سافتها بابا لعندي المغرب ولكن مشي بخاطرها كنا ديك الساعة ديك الدولة بدارنا قداشنا هي مفرشها ماما وقدتها على دوقها وفرحت وقالت الله غادي ترجح عندي سومية وغادي نتجمحوا من جديد ولكن قال لي يا بابا لا قلا سيري عندي بنتك وأنا غادي نجي نخلط عليكم ونديروا مشروع وندير لكم الدار ونقرر ولادنا القرآن والعربية في بلادهم حيث كان خايف علينا من الغربة سافتها بلا خاطرها تيقاته وفعلا نزلت ماما جاءت للمغرب جابت أخوتي وحتى هما غادي دوزو من نفس السيناريو دي القراية اللي دات عليا جمعنا في بيت واحد أنا وماما وزوج ديال أخوتي في هاد الفترة بابا كانت ابني في الدار في نفس الوقت غادي قرر وهو واحد عمي اللي كان معانا في الخارج أنهم يديروا مشروع في القارج ديال الدار ديال جدي اللي هو اباهم في تحت واحد النهار كان فيق كان القارج لي كلهم فيهم طبايا وحومة بحل الحبوب مشيت للماما ذاك الشي وقلت لها شوفي شنو عد شيراني مخلوعه قلت لي شوفي يا ابنتي هل تكون عشي حاجة لقرصاتك وقلت لها لا هذي يمشي للصويتار ديال الحومة اللي غادي ندوز فيه فعلا بدرت التحاليل وماما مشجرت لي النتيجة ورجعتهم للطبيبة اللي غادي تقول لها دابة ابنتك اديها المستعجلات علش معلش يا كلاباس بنتك عندها جرايان الدم وفي اي لحظة يقدر يجيها شي ن بساطة صفائح الدموية نقص لها بثاف ويقدر يكون عندها سرطان في النخاع العظمي اللي هو اللي كي انتجهت صفائح الدموية عزوني وليدية وقدوني لواحد السبيطار معروف وقالوا لي غادي تكلسي تدري واحد تحليلة لي شبيه الشي عمالية بمهنة غادي نهزوا واحد المادة من النخاع العظمي باش نديروا لي عاد تحليلة فعلا دلت هاد الشي اللي طلبوا مني وقالوا لنا الحمد لله راني ما عنديش سرطان ولكن عندي واحد الميكروف الدم لتياكل يدوك الصفائح وما تخليه مش انهم ينتشروا وهذا المشكل كان عندي وانا ما زال في ديك الدولة الاوروبية كنت كن نرعف وما كنت شلقيت حتا شي علاج لهذا الامر غير هو كانت كتزيد تكفس حالتي من قلة التغذية ما كنت كن ناكل حتا شي حاجة وكنت مهددة في اي لحظة انني نموت بلا ما يعرفوا وليدي السبب باللي انه العائلة اللي هم مؤمنين هم عليا هملوني فبقيت متبعه وكل مرة كنت كنت كن ندير تحليلتي لانه خال عظمي باش نتأكدوا واش فيه سرطان الحمد لله ما عنديش ولكن كيب كنت لكم عندي ميكروب اللي ما عرفش علش تياكل يدوك الصفائحي بالضبط انا في هذا الوقت بالضبط كنت لاتقاف واحد عمتي من ابا واللي هي حقودة ولكن ما كنتش عارفها هادش كان عزيت عليها تلبس وتخرج والدور واخوت بابا ما كانوا يخليها وكانوا تضربوها وخرجوها من مدراسة هي شنو قالت مع رأسها قالت انا ما غديش نتاقم من اخوتي ولكن غدي نتاقم من ولادهم هاد عمتي كانت محوضاني على الحنان دي الماما اللي ما عشتوش معها وكنت محتاجها فيه كانت محوضاني على كل شي اللي كانت فيتاني تقريبا عشر سنين انا بقيت متشبت بيها ويا كانت خارجة على الطريق كنت كنشوفها شنو كتدير وبابا شحان ممرة كان كيقول يا بعدي منا وانا والو غير لصق فيها تخيلوا شفتها كانت سحر شفتها كتدير شحان من حاجة لي خيبة ولكن انا كنت والو غير لصق فيها وهذه نقطة مهمة بقيت كنت تبقوا عقلين عليها هي ونقطة واحد اخرى انها جيتني اول مرة تطور الشهرية ديالي وانا بعيدة على ماما كانت مازال مالحقت عليها فهذه الفترة قلت هالجتة اللي غدت طلب مني ملابس الداخلية ديالي غدي نحطاهم ليها وكل مرة كنت كان قوليها ترجعون ليها كدقوا ليها ما عرفش في ان درتي اومتي ايا المهم بعد عام ما جاءت ماما بززباش غدي يمشي ولديك دارنا لي التبنات انا وماما واخوتي كل مرة بابا كانت يعطينا في الأحضار لا سبغ ما زال ما اكملش لا ربقي هذي لا ما زال ما اكملش لخشب كدفت كل مرة وهم وماما حتى غدي تجمع حواجة وتمشي لدارنا جديدة هو حلف لخروج من دار امه ومعرفش لسابب شما هو غ غدي دير محل هو وعمي وتمشى لي وحنا سكننا في دارنا وفي نفس الوقت كان قرأوا وانا في وقت الفراغ كنت نخدم ذاك المحل مع بابا وعمي دار جدي كانت الفوق من المحل اي حاجة كانوا بغاوها كي هبتو يجيبوها من ذاك المحل حتى من الفلس اذا بغاوها كي هبتو يجيبوها وفي نظركم اذا كانوا غديوا بهذا المنهج كيفاش غدي يمشي المحل في الخسران المهم بابا جلحق علينا للدار ولكن ديما في المشاكل مع ماما وهي ما تلاش بغا تجلس في دارها جديدة وكل م تلاش بست شهور سبع شهور وانا مخليني مقابلة اخوتي اللي صغر مني وكانت عندي انا داك 15 سنة محلتي القراية ولا مسؤوليتي لاخوتي ماما تججات من ذاك الدار وبابا مره يسبعه مره كي يبقى معانا واليدي يطلج من ذاك الدار اللي بقى جديدة فوقا كنت نشد واحد مسؤولة لي كبر مني سنجح في قرايتي بالنوقات لهم مزياني ومشريفين كبيرت وصلت لواحدثين دير مراقة وذيك عمتي كنت كنشوفها كدو مع الدراري وحتى انا غدي نتشرى ون وانا ندوي معاهم ولكن غير في فيسبوك عمرني خرج ولا شفت شي حد هاد النقطة هاد النقطة كنت ردب لي منها بالسف المهم دي تكالقرا حتج واحد الاستاد ديالي بغي يخطبني من عند بابا قالها لي وقال لي بابا رخصتها تقرا قال لي الاستاد را ما عنديش مشكل نتسنا عمري كله بغي تستطوح مقبشي تزوجني تخيلوا كانت كامش وصل الليسي وكيدوي مع الاساتيدا ويقول لهم دوليا مع سومية تزوجني ولكن انا ما كنتش بغاه وكنت رافضة نهائيا كنت نشوف الاستاد لا اكثر ولا اقل في هاد الوقت هاد عمتي معا من انا معاشرة بزاف ما كانتش مزوجة قاع غدي مشي نقول له هاد شي كله اعلانيتي هاد شي اللي واقع علما انه بابا كان وصاني انني ما نقول حتى شي كلمة واذا وقعت شي حاجة هو رام براء مني ولكن ما تسوقش لي ومشيت قلت لي فراسي فراسي هاد عمتي قالت مع عارسها مرة اخرى كيف شهدي عندها 17 سنة ويجيوها الخطاب وانا في عمري 27 عام ما زل ما جيدوي فيه حتى شي حد فاش قلت له هاد الخبار ديت لي ما عندك مديري بي وانتي بقا صغيرة المهم عمرتني عليه بالساف وبقيت رافضها حتى مشا في حاله من بعد غدي نتعرف على واحد دري اللي بغيته من كل قلبي وقلتها لها مرة اخرى هادك الدري بغي يجي يخطبني قلت لي رواليدي اياه تي مجدوا باش انهم يمشيون الحج خليهم احتي يجيوا ونقولها لهم واجي يخطبني رسميا في هاد الوقتها كان مده كي يوجد وكي يوريني في التصور انا رقيت هاد الدار وكنا كانت نقشو في المستقبل بالفرحة غدي مشي نقولها لها ونقولها شوفي رقالها هاد الدار وهي شنو فيها ا اعلانية تكون كنعود لها التفاصيل مميلة واحد النهار ونطلعها في الدروش ستسمعها في التليفون قد تقول هزي لي كارطة دي السومية بنت فلانة والكارطة دي الفلان والد فلانة وقل لي شنو غدي ترى بنتهم حدك العفريتة دي السومية رخها العاني انا ديك الساعة تخلعت صراحة انا كنت عارفة انك تسحر الناس وعارفة انك تهز التصور دي الناس وكنت قد تقول لي حضر لي الطريق باش ندوز المجمر من البيت اللي تحت باش تطلعوا في السطح ولكن في ذلك الوقت ما ما كنت عارفة المعنى انتاع شنو تدير والمعنى انتاع شنو هو السحر كنت في المراهقة وهي الشخص الوحيد اللي اول مرة كان شوف معها هاد الشي كله وكانت مفاهمها لي بمفعوم لي كان خالط وعمرني نقشته مع شي حد كنت تغشي مر واحد درجة كبيرة تقول هي كدير هاد الشي مسكينة باش تزوج حيش تتعطلت في الزواج هذا هو المفعوم لي كبرت بيه واحد المودة ما كنت عارفة ان هاد الشي غادي تدير لي انا باش انا لمنتوز وباش انا لنحماق وباش انا لنمرض تخيلوا كانت بعد الم في الصباح رجعت عندي واحد سيدة وقجتني بالليل وكنت فعلا كتطر من الفيقة بالليل وكنت لقاها فايقة ومخلوعة وما قادرها اشترجع الناس ويديها تخلو كي يصبحوا كلهم محنين كنت نعس بيديها عادي وكتفقر محنين واحد الليلة كنت نعسى معها في البيت ممشيتش لدارنا وكنت كنت نسمعها كتدو مع واحد سيدة كتقول ليه سي شريف أنا بغيتك تقدلي هذه لصاحبتي وهذه لصاحبتي الأخرى حيث اشرا واحد خينا مكرفصة ومعدبها وما بغيتك تتوج بها وبغيتك تقدليها بثقة دات المشهود كبير باش أنا ما نتحركش ونضي الراسي باللي أنا نحسى وانا كان نموت بالخلعة ومصدومة هنا فين فهمت باللي هذا عمتي شيطانة وكتأذي الناس هذا الصيف وليديها كيف كنت لكم شو الحج أنا مرض في مصارني بالساف ديما الألام وديما كان نرجع حاشاكم وليس غير خاتي وكان ضعف وليس كيف شيعود وليس كان وزن تسعوده ثلاثين كيلو وأنا فيها متر وخمسة وسبحين تخيلوا كيفاش غدي نكون بين ليلة وضوحها السيد اللي كان موعدني بالزواج ما تلاش باغيني ما تلاش باغيني ما تلاش باغين حتى يدوي معايا ولو اللي حمل فيها حتى يشارك عيت ما نسهوله وانو ما يعطيني شراس لخير قال لي الله يعونك قلت لي الله يعونك واخكم كان حماق عليه جات ماما من الحج نظر مشاكري من جديد حيث غاروا منها عماتي حيث مشت للحج وما عجبوا مش الحال نطيك عمتي اللي أنا معشرة معها كتخوض لي فراسي باختصار مفيد كنت قلت لكم بأنني كنت قريبة حتى من مرت عمي اللي كانت معي حتى في الأزامات الدولي في الأول فاش مكنوا مش معي وليدي نطيك عمتي كتخروض لي فراسي وأنا نبوح ليها بوحد السير ديال مرت عمي ديك عمتي غدي تكتب علي في شي كلام ديالت مرت عمي بلأنها ما كرهتش لونتتوجات بشي راجل بحال بابا أنا في هذه اللحظة تحصبت ومشي رقلت هذا الكلام المهم جبت الصداع بدون قصد وكنت باقى بروشة خمقات على يديك عمتي لدرجة أنها كانت كتعاير ماما قدم وجيه وما كنت كنت ندير حتى شي ردة فعل بحالك كنت ديرها لي شي مونوين المهم مرت عمي وماما جبدوا بيناتهم المشاكيل ونطر روينا ومرضت ماما وطلع عليها التنسيون وجوهها السكر خصوصا فاش عمتي قالت لماما قاعدك شي اللي كنت نشارك معها بلي كنت نحرف هذلك الدري اللي بغي يخطبني ولكن ماما مرضاتش وأنا زدت مرض في 2017 كنت كان دوش ووقفت قدام مراية وكنشوف واحد جنب ديالي يعوج جنب داخل وجنب خارج ما عرفش مناش الدونية صبيطة دالوا لي سكانر القوب اللي أنه عندي الحمود الفقاري مقوس زوجتي لتقويسات ما عرفش مناش ولا كيفاش بليت كان بكي وكانقول لماما وش أنا ما عنديش الظهر ما حيلتي المرض الصفائح ما حيلتي الظهر اللي زاد عواج ليا ما حيلتي المصار ناكيت تقطعوا لي كل نهار وقريتي اللور اللور واللي كانت نعملها واللي كانت نعمل حتى راسي ما بقيتش مبتيها في حلالتي وعقلي كله بقي غير مع هذلك خينة اللي يمشى بلا ما يقول لي السبب علاش جيت عندي واحد صاحبتي تبات معي قلت لها فلانا قلت لي نعم قلت لها راعمتي سحرات لي وانا ديك الساعة اقسم بالله انني ما كنت اعرفها ولو خرجت لي غيرها كونطقتها دست الايام وجت واحد المرأة الله يذكرها بخير صاحبت ماما قلت لها راسمية ما عجبانيش وخاصة تدير رقية الشرعية ماما ما عرفش هات الشي ماما يوحد انسان اللي حاضية غير قرآنها وصلتها وصف قلت لها صاحبتها راكينة واحد الاخت تدير لها الرقية فعلا بديت معها وعطتني الماء كان اغسل بيه وكان شربه وعطتني حتى العسل اللي كانت فيها الرقية غيرها نازن حتى ذاك العسل في كرشي العافية كتنوضلي وسط مصرني والتبوريشة والاحلام كان عندي احساس باللي انني بيمس شيطاني ولكن اللي ما بغيتش انتق بيه هو انه ديك عمتي اللي كنت حط عليها الرأس واللي هي مها اللي فيها هي اللي ادتني هذا الراقية كانت قلت لياه ضروري ندير قيام الليل قبل ما نصلي الفجر قلت كنديره واحد من نهار نعز وغادي نشوف راسي انا في جسر وريج جنة وقدامي جهنام جاديك السيدة اللي كتدير لي الرقية وقالت لي شوفيها بنتي اول واحدة غادي تخرج من جهنام وتشوفيها هي اللي ذات لك السحر اقسم بالله الى في ذلك اللحظة غادي تبلي يا عمتي خارجة كتتتحرك كتتتحرك وفقت من الحلمة دياني بالخلعة قبل انك نبكي وقال لياه تدير لي هادشي وشنه السبب غادي نقرر انا نفرق ما بيني وبينها حتى الواحد من النار غادي تصفت لي ميساج وتقول لي فين غبرتي وشنو درتي مع ذك السيدة حدي قلت لي يا رات تفرقت معاه والله ياخد لي حق في لي كان سباب قفزت الراسة وقالت لي يا عش كون لي كان السباب وما سولتني هذا السؤال الا وعارفة بلي انها هي المعنية دلت ايام وقالت هاجي هاجي سومية غادي تشوفني حتى يخرج نقضي بها قبل ان يتعشوا بيا وما كهاملين هاد عمتي اش غادي تدير وانوضي انت بدي تسحرر الخوك انوضي انت بدي تسحرر الخوك الذي يدخل بابا في المحال واللي هو عمي وش بيع سحور حتى يطاح وانونا في هذا الوقت قطعنا الرجل معاهم وحتى علاقتنا بمره لم يبقى ناش كم شو اللطر شوية غادي بده يأكلوا ويجروا في العائلة بلي انه فيلا تيطاح أخو بابا عمي، لم تتعمتي، لم تكن لديه، أخوالي تطيح، وقالت لي، رهما ارتخونا، هي اللي سحرة لك، اللي هي ماما قلت لي، هل سأقوم بها فيديو، باش نأكدوا بلي أنها فعلا دائرة لك شي حاجة، أجي طحنتها وبدأت تنطق بسميتها بلي أنها سحرة لك فعلا، هذي قد واحد السيناريو صوره، والسقواف ماما، مما سمعت ذلك شي، طلع لها التنسيون 18، ودارت لأباري ديال القلب، كنت خادي تموت أولي، كيفاش نسحر لي، كون بغيت نسحر لي، كون سحرت لي فاش كنت مقهورة ووسط العدى بما بينتهم، أما دبالاش، نجدتك التعيير معي، يا الفعل، يا التاركة، قلت لي، أنا عارفة كون سحر لعمك، وعندي الدليل، أنا بقيت عاقل على ذلك الكلمة، واحد نهارجة عندنا الضار، عزيت لها التليفون، جبت الفيديو، تنقلب، حيث قلت لي، رأي عندي الدليل، وقلت لأجي نشوف كون سحر لولدها، قلت لأجي نشوفي، ما بغيتش، بابا قال لي، أرى نشوف معك، سألقى ذلك السيناريو اللي صوره، اللي كنت قلت لكم مرابط دليل، بابا نطيغوز، ماما عارفت عشنو شفنا، سخفات، بابا حيط ل إذا وقعت شي حاجة المرطي، سيديكم كامل الحبز، تدخلوا الناس هالعار هالعار، بابا اددك شي البوليس، حيث وزدك الفيديو كان واحد المشعويض، محروف، اللي متفقين معاه، اللي كيمتل معهم، اددك شي الوكيل المالك، شافوه، وجابوا راقي، اللي سيأكد لهم بأنه هذا شي كل مصرحية، بابا سيهددهم إذا جاب الله وقعت شي حاجة لأولادي أو المرطي، ثم السبب، سيديدخلوا الناس باشي صالحوا بابا مع عائلته، وأنا سأبحثني بقاع الفعيل سيديك عمتي مع السحر والتشاويد، هيا شنو غدي تدير، فشف دحتها غدي تجب تصورتي مع دك السيد اللي كنت قلسه معه في قهيوة، محتار مين، وحتى حاجة ما كانت مخيل للحياة، غدي تجب لهم تصورة وتطوريها لبابا، وتقول ليه هاك شوف داباش كونة اللي خارج على الطريق، هاك شد بنتك، بابا مرضاش، في ديك اللحظة غدي يكذب وقال قدام عائلته، راجعت بها، ما بغيتش، وهذا الخرجة راكنت مع ماما ومع امها، المهم شوهاتني في العائلة كلها بالرغم من أنني مدرح لحتى شي حاجة خيبة، كنا كنشربو غير العاصر في القهيوة، وكانت دي أول مرة وأخير مرة كنت كنت تقابل مع شي واحد، المهم بابا قطع معايا، وماما عطلها لها السكر، عمرني منسى المعاملة دي البابا معايا، كون كان شي أب آخر، كن أكتلكم أنه كن قتلني، ولكن سكت وقال ليه جملة واحدة خدي اللي يبغيك وما تخديش اللي يتبغيه، بابا قمت الرجولة والتفاهم والحب والحنان، وخاموا الدوام خاص مني، ولكن هذه الجملة اللي خ كافية أنني نعرف بللي أنني راني محدودة به، دست أيام، وحتى شي حد ما قدر ينصف بابا، بالرغم أنه هو اللي يكبرهم، وصرف عليهم، وخرجهم من ديور الصفيح، وبناليهم الضار، وهو اللي كانت يدمر عليهم، وتعصفت لهم، وهو اللي دار لهم الكنترات يخرجوا الخارج، وهو اللي كان يزوجهم، ويعطي بالحساب، نهار قل ليهم وقفوهم على الحق، راك دلمتوني ودلمتوا مرتي، وحمقتوا بنتي، تشي حد ما جاء من جهته، موياً أخرى ما تتوقع لي، إلا واحد عمي وديك مرتو اللي كان جبت لها ذاك المشكل، وخاكك بقى تعشرت ماما، وخدت نقشت معها، أخوهم من باهم، بقى يشفر ليهم من ذاك المحل ديالبابا، حتى داروا فايد، وسدوا، بابا من تمو واللور اللور والمشاكل في الدار، كان راس حتى والرجلين وغرق الكريديات، أنا وصلت لباك، وبقى مريضة واللور اللور، مرة نطيح، مرة ننقذ، مرة نعواج، مرة نطير، غير بدك المس، مشيت عن سيدة واحدة أخرى ترقيني، وهنا قد ينطق، ذاك شي اللي في وقال بلي أنه رحمتي هي اللي وكلتني في بيسكويت، وبلي أنه داك الشيساك اللي في المعدة، وما غاديش يخرج، أعطتني ذاك السيدة الرقية شي عشوب، باش ندل الاستفراغ، درتو، واش من زغب رجعت، واش من شحومات، واش من الكحل، أعزكم الله اللي رجعت، غاديمشي لفيرما ديالبابا، قس فيها تلت يام ونامت بعد واية، حتى تنقت معدتي، ومصرني، من بعد، تبعت حتى ماما لقيتها كثير مني في المس، ماما كان عندها السحر في الدم ديال مني فاس ديالها باش عمرها ما ترجع ديال الدولة أوروبية، وتبقى ديما تحت الخدمة ديال أهل ديالبابا، عارفنا شكون السبب، وقررنا أنا نسترو هاد الأمر باش ما نزيدوش نشوفوهم شوها أحلى شوها وحد أخر قدام الناس، من فوق هاد الشي من بعد غادي نكتشفو بلي أنه عندنا سحر في الساس ديال الدار، فاش كنا كان بنيو، وعرفنا بلي أنه في عائلة بابا كل واحد باش كان نكلف باش أنه يقادينا، خالي عيت من الخارج، قال دارنا قطع السومية جيل عندي، وفعلا مشيت، باختصار مفيد، أنا سهل علي الله، مشيت لدولة واحدة أخرى أوروبية، قررت عامين ديال المعلوميات، وفي شهر الأول، غادي تقدم لي واحد والد الأستاذة اللي كانت كتقريني، سبحان الله جاني في واحد الفترة اللي كنت رافضة الحب واللي يجي مجيهته، ولكن سبحان الله بغيت كثر من أي واحد في الدنيا، تسترت لنا الأمور بسهولة ديال الزواج، وكتمنا سرنا حتى قضينا أمورنا، ربي يستر لي فيه وسهل علي به، ورجعت لي صحتي وحياتي والرغبة في الحياة كأن شيئا لم يكن، ورغم أنه عمتي شوهاتني، وفطارات عليا، وقاتليون في العائلة بلي أنني كنت حاملة ودرت الإجهاض، وربي شاهد عليا أنني عمرني درت شي حاجة خيبة، أو شي حاجة نحشم بها، قدم وجه والدية، أو لحتوجه مولانا، أنا دبا مزوجة، وتنقر وتنخدم، وسكني علاقة ضحالنا، حيث يالله باديين، وبي خير وفرحانين، وما خاصتنا حتى شيء خير، وعوضني مولانا برجلي أكبر حيوط، من بعد ألم أنا اليوم في أمل، والعبرة من القصة بالمختصر المفيد، الوالدين يب وقوقوا ديما مع ولدتهم، أي إنسان ما يدير التقاف حتى شي حد، وكيف مما بغي يكون، وأخيرا صبر على المصائب والضن، لأنه ربي في الأخير غادي يفرجها، طوال الزمان والأقصى ربي تخرج الشميشة، وهذه كانت حكاية سومية، لكن تمنى أنها تكون نالت إعجابكم، ما كنتش إذا وصلتوا لهذا اللقطة، تقولوا لي التحت في التعاليق، شنو استفدوا، وشنو العبرة من هذه القصة ديال سومية، عن دوري، ما عندي ما نقول لي أنها قالت كل شيء بالمختصر المفيد، دمتم في رعيتي الله وحف لا تنسوا ليش من أنكم تقطوا على زر الإعجاب، سلام، سلام